هذا صديقي السيد خامنائي كان يبارك مذكرات نضال واعتقالي هذه صورة رفاق النضال هذا رفيقي المقاوم أبو شريف في هذا الزقاق اعتقلوني وهذه صورتي في السجن مذو النكبة ومشاعر العداء لإسرائيل تنمو بقوة في نفوس الإيرانيين إلا أن نكسة 67 شكلت نقطة تحول لديهم عزة شوهي المقاتل الثوري الذي أحرق العلم الإسرائيلي نصرة لفلسطين قبل الثورة الإسلامية الشعب الإيراني كان يعادي نظام الشاه لأنه كان حليفا لإسرائيل وعبدا لأمريكا بعد نكسة عام 67 هب الثوريون في إيران بدأنا نوزع منشورات الإمام المعادية لإسرائيل في كل مكان وعام 68 خلال مباراة كرة القدم بين إيران وإسرائيل أحرقنا الأعلام الإسرائيلية وهتفنا الموت لإسرائيل الموت لأمريكا وتحيا فلسطين كنت أول من صنع العبوات الناسفة وفجرت بالمولوتوف شركة العالي الإسرائيلية للطيران بسبب دعمي لفلسطين أصابني السافاك بسبع رصاصات اعتقلوني مرات عديدة ولكنني تمكنت من الفرار تعرضت في السجن لأقصى أنواع التعذيب من قبل السافاك ولكنني لم أعترف شيء فقط اعترفت بأنني وزعت منشورات الإمام الخميني المعادية لإسرائيل والداعمة لفلسطين لأجل ذلك حكم علي بالسجن 15 عاما الإمام الخميني بثورته دحر الشاه الذي كان أكبر عميل لإسرائيل وأمريكا في المنطقة وحد شعوب العربية والإسلامية تحت راية نصرة فلسطين ووضع عنوانا عريضا للثورة الإسلامية فلسطين هي القضية الأولى اليد الواحدة لا تصفق يجب أن نتوحد لننتصر أقول للفلسطينيين ما دمتم على قيد الحياة وتقاومون فنحن الإيرانيين لكم ومعكم والله نصير لنا بسنطرف تهران الميدين